بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا أيها الإخوة الكارم ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالوقف والوصايا وقلنا بأن الوقف هو تحبيس العصلي وتسبيل المنفعة وهو من أفضل الأعمال التي يقدمها الإنسان وقد ورد إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث وذكر الأول صدقة جارية ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جيدة يعني مقدرة إلا ترك وقفا وحينما أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر وهي من أنفس ما حصل عليه استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعمل بها فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحبس أصلها وأن يسبل المنفعة وذكر له ما يتعلق بهذه الأحكام وقلنا بأن الوصية عقد جاعز والوقف عقد لازم وقف فليس من حقي أن أبيع أو أن أهدي أو أن يورث بعدي وإنما هو وقف على من وقفته عليه وإذا قلت وصية فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت فيمكن الآن أن أوصي للشيخ بكاي وبعد ذلك أوصي للشيخ صديق وبعد ذلك للشيخ عبد الله وهكذا أغير وأبدل فإذا مات الإنسان ثبتت الوصية ولزمت الوقف لو أوقف الإنسان جميع ما يملك يعني عنده عمارة في العزيزية وعنده بستان في الشرايع وعنده ورشة في شارع الحج قاله هذه الأعيان كلها وقف ثبتت ولو لم يكن عنده سواها لو أوقف الإنسان جميع ما يملك بينما الوصية لا تثبت إلا بعد الموت مدام على قيد الحياة يمكن يعدل يمكن يبدل يمكن يزيد يمكن ينقص فإذا مات ثبتت الوصية والوصية بهذا الأمر أو بهذه الطريقة لا تكون إلا بالثلث فأقل وأما ما زاد على الثلث فنستأذن الورثة فيه هل يجزون ذلك أم لا فإن أجازوا ألحقناه بالثلث وإن اعترضوا اقتصرنا على الثلث مرة أخرى أقول الوقف لو أوقف الإنسان جميع ما يملك وقال هذا وقف فليس من حق أي أحد من الورثة الاعتراض أو عدم الموافقة ويثبت الوقف بمجرد ما يصرح وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وعبت إذا أتى بالعبارة الصريحة أو بالكناية ومعها أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف فإذا فعل ذلك ثبت الوقت بينما الوصية الآن وصيت للشيخ صديق ثم بدأ لي أن أوصي للشيخ عثمان وقلت للشيخ عبد الله إن حفظت مقصورة بن دوريد أبوصي لك بكذا قال إن شاء الله أحفظها مضى وقت ما أحفظها رأيت أن أستبدله بآخر قلت له مرة إن حفظت ألفية بن مالك فأنا أوصي لك بكذا ما حفظها أغير وأبدل لكن إذا مات الإنسان لازمات الوصية ومن ضوابطها أنها تكون في الثلث فأقل ما الدليل على هذا أيها الأحباب الدليل على هذا ما جرى بين سعد رضي الله عنه والمصطفى عليه الصلاة والسلام حينما جاء سعد مع رسول الله في فتح مكة ومرض سعد في مكة وأوشك على الهلاك عاده النبي عليه الصلاة والسلام إيادة مريض وأراد أن يستكتي رسول الله وهو يرى أنه مريض ويحس أن أيامه قريبة تنتهي قال يا رسول الله إن عندي مال كثير وليس عندي إلا بنيه بنت وحده أفتعصد أفأتصدق به قال عليه الصلاة والسلام لا قال بالثلثين قال عليه الصلاة والسلام لا قال بالشطر يعني بالنصف قال لا قال بالثلث قال عليه الصلاة والسلام بالثلث والثلث كثير ثم علّل إنك إن تدع ورثتك أغنية خير من أن تدعه معالة يتكففون الناس يعني يمدون أكفهم يسألون الناس كان الوقت هذا سعد ما عنده إلا بنيه وأطال الله في عمره وفتح القادسية وناصر الإسلام ودافع عن العقيدة وحينما مات كان عنده 12 ابن و10 بنات فالله أكرمه بالذرية الصالحة المهم أيها الأحباب نقول الوصية لا تثبت إلا بالموت ولا يكون ولا تكون بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة أما إذا اعترضوا ما يعترضون على الوصية كلها وإنما يعترضون على ما زاد على الثلث بمعنى يعني نذكر مثال لذلك لو أن إنسانا أوصى أن يبنى له مسجد بمبلغ قدره 250 ألف ومات الرجل وقلنا هل أوصى بشيء؟ قالوا نعم بما أوصى؟ قالوا أوصى ببناء مسجد بمبلغ قدره كذا 250 ألف طيب كم ترك الرجل؟ قالوا 600 ألف قلنا إذن 200 ألف لا نحتاج أن نستأذن أحدا والخمسين الزائدة على الثلث استأذنوا الزوجة واستأذنوا الأم واستأذنوا الأب والأولاد فمن أجازة أمضينا ومن اعترضا فهو على اعتراضه ثم بعد ذلك أيها الأحباب قلنا لا وصية لوارث لأن الوارث إما أن يكون أب الأب له كل المال مثلا أو له السدس أو له السدس وما أبقت الفروط والأم إما لها السدس أو الثلث أو الثلث الباقي والزوجة لها الثمن أو الربع وهكذا فقال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لا وصية لوارث لكن إذا أجاز الورثة نقول توكلنا على الله ووفقنا إذا أوصى لوارث نظرا لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة نظرا لظروفه الخاصة عنده أولاد كثر وراتبه قليل ولا يكفيه فقال البيت الفلاني يسكن بفلان مدة حياته وهو من أولاد نقول نعم لأنه لا يستطيع الاستيجاف فإذا أقر الورثة ما أوصى به مورثهم فلا مانع من ذلك وأما إذا اعترضوا فهم على اعتراضهم الآن أيها الأحباب نقرأ بعض المسائل ثم ننتقل إلى بحث جديد وهو الرجوع أنا أوصيت لفلان أوصيت للشيخ عثمان بعدين بدأ لي أن أوصي لشيخ بكاي أوصيت للشيخ بكاي بعدين بدأ لي أن أوصي للشيخ صديق وهكذا هل يحق أو لا نقول ما دام الإنسان على قيد الحياة يمكن أن يعدل ويبدل ويلغي وصية فلان ويثبت وصية آخر بالذوابط الشرعية نعم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف في كتابه رحمه الله وإن وصى لرجل بمال الكتابة ولآخر وإن وصى بعطق مكاتبه هذا اللي وقفنا عليه فصل إذا أوصى بعطق مكاتبه إذا أوصى بعطق مكاتبه أو الإبراء مما عليه يعني ما هو المكاتب أيها الأحباب يعني في الزمن السابق كان في عرقة أرقة والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر وبعض الأرقة قال لسيده أنا أريد أشتري نفسي هو ما عنده مال يدفع وإنما قال أشتري نفسي على أن أدفع القيمة على أقصاط على أقصاط شهرية هذه الأقصاط أدفع لك كل شهر ألف ريال كل شهر خمسمائة ريال المدة محددة فتسمى هذه كتابة فتسمى هذه كتابة فإذا استمر في السداد وأدى ما عليه عاتوق وإذا تقاعس أو رغب العودة فإنه يرجع رقيقا والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم فإذا سدد جميع الأقصاط يعتبره هذا يعني مصححا للكتابة وهي نافذة ويكون قد اشترى نفسه وأصبح حرا نعم والمكاتبون لما كان فيه أرقة كان فيه مكاتبون والمكاتبون كانوا من الأصناف الذين يصحوا دفع الزكاة إليهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلف قلوبهم وابن السبيل والمكاتبون إلى آخره نعم وإذا أوصى بعتق مكاتبه أو الإبراء قال مكاتب فلان يعتق صدد قصطين ثلاثة وقال يعتق أوصى بعتقه أو الإبراء مما عليه أو الإبراء يعني على اشترى نفسه بعشر ثلاث دفع منها سبعة وبقي ثلاثة قال أبرأته عن الباقي أبرأته عن المبلغ الباقي وهو ثلاثة ألف بينما الآن نقول ما عندنا أرقى وإنما هذا في زمن المعلف رحمه الله والرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر والدولة وفقها الله في هذه البلاد المباركة أعتقد جميع الأرقى من يدعي شخصا فعليه أن يثبت أن يثبت هذا الإدعاء ويأخذ الثمن من الدولة وإلا فإن الرقيقة قد أعتقده الدولة ولم يوجد لدينا أحد منهم الآن نعم أو الإبراء مما عليه اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته مكاتبا أو ما لكتابته لأن العتق إبراء والإبراء عتق العتق إبراء والعتق إبراء كذلك نعم فاعتبر أقلهما وألغي الآخر فإن احتمله الثلث عتق وبريء عتق وبريء انتعى الأمر نعم وإن احتمل الثلث وإن احتمل الثلث بعضه نصف بعضه كنصفه وثلثه أو كذا العبد يعني العبد لو كان موجود نعم أتق نصفه نصفه أو ثلثه أو ربعه على حسب ما الثلث نعم وبقي نصفه على الكتابة بقي نصفه على الكتابة نعم وإن لم يكن للموصي سوى المكاتب ما يملك إلا هذا الرجل نعم أتق ثلثه في الحال في الحال وبقي ثلثاه على الكتابة نعم إن عجز رق وإن أدى عتق إن عجز عن السداد عاد إلى الرق وإن سدد ودفع المبلغ المطلوب عتق نعم وإن قال ضعوا عن مكاتبي أكثر ما عليه أكثر ما عليه أكثر المبلغ اللي عليه نعم وضع عنه النصف وضع عنه النصف نعم وأدنى زيادة وعدنى شوي زيادة النصف لأن النصف والنصف الثاني متساويات أكثر ما عليه يعني نزيد النصف بشيء علشان يصير أكثر نعم وعدنى زيادة لأنه الأكثر وإن قال ضعوا عنه أكثر نجوم أكثر نجومه نعم يعني الأقصاد وضع عنه أكثر من نصفها يعني إذا صارت أكثر نجومه إذا كان عشرة أقصاد نقول ضعوا عنه خمسة وإذا كان ستة أقصاد نقول ضعوا عنه أربعة أكثر الأقصاد نعم وإن قال ضعوا عنه أكبر نجومه وضع عنه أكثرها مالا وإن قال ضعوا عنه أوسط أوسط نجومه وهي ثلاثة وضعنا الثاني لأن الثالث هو الأوسط وإن كانت خمسة وضع الثالث وإن كانت أربعة وضع الثاني والثالث وعلى هذا القياس فإن كانت أوسط في القدر وأوسط في المدة وأوسط في العدد فللوارث وضعوا أي الثلاثة شاء لأن الأوسط يقع على الثلاثة وإن قال ضعوا عنه ما قل وإن قال ضعوا عنه ما قل أو ما كثر فللوارث وضعوا ما شاء لأن الإسم يتناوله ويكون ذلك راجعا إلى اختيار الوارث لأن الوارث أصبح هو رب المال بعد وفاة صاحبه وإن وصى لرجل بمال الكتابة ولآخر برقبته يعني في عبد في إنسان عنده عبد كنا ما في عبيد بس يعني كلمات المؤلف قال لي فلان أنت لك مال الكتابة وانت يا فلان لك الرقبة بمعنى لو عجز معنى وما يقدر يسدد يرجع إلى الرق فشخصين لديه قال لأحدهما لك مال الكتابة مادم يسدد فانت استلمنه وقال للآخر لك الرقبة يعني إذا عجز عن السداد واستمر في الرق فهو لك نعم وإن وصى لرجل بمال الكتابة ولآخر برقبته صح فإن أدى فإن أدى خلص أتق وبطلت الوصية وبطلت الوصية بالرقبة لأنه أدى وأصبح حر قال لك مال الكتابة والباقي خمسة سدد الخمسة فنقول أصبح حرا ومن أوصي له بالرقبة ليس له شيء لأن الموصى به صار حرا والحر لا يوصى به وإنما يوصى بالعبد نعم وكان لمالك الرقبة وإن عجز رق وإن عجز صار لصاحب الرقبة يعني عجز عن أداء الكتابة ورجع إلى الرق والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم بمعنى شيخ صديق لو اشترى نفسه بعشر تلاف وسدد تسعة آلاف وتسعمية بقي عليه مية قال والله أنا تعفت أبارجع المعازيب يحب علي أبارجع السيد رجع فيرجعوا رقيقا والمال اللي هو دفع لهم لأنه ملك لهم وما يملكوا فهو تابع له يملكونه بملكهم لصاحبه وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى بما في ذمة المكاتب لم يصح لأنه لا شيء في ذمته وإن وصى بما يقبض من صحة الوصية لأنه أضافه إلى حال يملكه فصح كما لو وصى برقبة المكاتب إذا عجز كما لو وصى برقبة المكاتب إذا مدام المكاتب سدد فاستمروا وإذا عجز فالرقبة لفلان نعم وإن وصى له برقبة صحة الوصية لأنه وصى بمملكه وإذا قال حج عني بخمس الآن نجد أنه وصى بالرقبة وصى بالأقصاد وصى بكذا هذا غير وارد الفصل هذا قال حج عني بخمسمية حج عني بألف هذا وارد وفي كل موسم يحصل يقول مثلا الأب في وصيته بأن أوصيته أن يحج عني من بلدي أن يحج عني من مكة المكرمة أن يحج عني من طيبة الطيبة وهكذا هذا الفصل نقرأه الآن كلنا نحتاجه وهو في النيابة في الحج إذا أوصى أن يحج عنه بخمسمائة نقول إذا كانت الخمسمائة تكفي من بلده فنعم قالوا والله الخمسمائة ما تكفي لأن بلده الرياض والرياض يحتاجون إلى ألف طيب منين تكفي الخمسمائة قالوا يمكن من الظلم ولا من الأموة نقول طيب نحجج عنه من ظلم ولا من الأموة لا قالوا لا ما يكفي وإنما تكفي من الطايف لأنه قريب نقول حججوا عنه من الطايف وهكذا ولو قلنا مثلا حججوا عنه من الشرائع ولا على حسب كفاية المبلغ فهذا الفصل الذي نقرأه الآن يعني فصل مهم ونحتاجه في كل موسم نعم فصل وإن قال حجوا عني بخمسمائة وهي تخرج من الثلث ما في إشكال لأن تخرج من الثلث لأن إذا ما كانت تخرج من الثلث يعني مثلا لو ما وجدنا عنده إلا ألف ومثلا ألف ومائتين معناه الثلث أربعمية وقال حجوا عني بخمسمائة فالخمسمائة ما تخرج من الثلث نقول أربعمية ما نستأذن من أحد والمية زايدة نستأذن من الزوجة ومن الأولاد ومن الأب إذا كان هناك أب وهكذا نعم وجب صرفها كلها في الحج وليس للولي أن يصرف إلى من يحج أكثر من نفقة المثل يعني يعطيه نفقة المعتادة نفقة المثل بدون مبالغة نعم لأنه أطلق له التصرف في المعاوضة فاقتضى عوض المثل إذا كان مثلا من الطايف خمسمائة ما يعطي ستمائة إذا كان من الطايف أربعمية ما يعطيه خمسمائة على حسب المثل دون زيادة أو نقصان نعم كالوكيل في البيع ويحج عنه من بلده لأنه يحج عنه من بلده لأن حج المستنيب من بلده فكذلك النائب ويحج عنه من بلده نقول بعض البلاد يحتاج إلى الآلاف الكثيرة ما يمكن نحج عنه من مكة لأنه من مكة يمكن مبلغ بسيط وبلده من البلد اللي عايش فيها وإنما سددوا وقاربوا من البلد التي يكفي فيها هذا المبلغ سواء كان قريبا أو بعيدا بشرطي إذا كان بعيد نستاذ من الورثة وإذا كان قريب حججنا عنه بالمبلغ المحدد نعم ويحج عنه من بلده لأن حج المستنيب من بلده فكذلك النائب فإن فضل ما لا يكفي للحج من بلده أو كان الموصى به لا يكفي للحج من بلده فقال أحمد قال أحمد الإمام أحمد بن الحنبل إمام أهل السنة رحمه الله نعم يحج عنه من حيث تبلغ أو من حيث تبلغ وش كيف من حيث تبلغ المبلغ اللي يكفي يعني مثلا شخص فيه تبوك على سبيل المثال والحج من تبوك يحتاج إلى خمس تلاف ريال والرجل أوصى بثلاث تلاف ريال نقول هذه ما تكفي إلا من المدينة نحج من المدينة لو قلنا ما تكفي من المدينة نقول من بدر من كذا من كذا إلى آخر من رابغ إلى على الطريق لو كان طريق الرياض نقول إذا كانت تكفي من الرياض نعم إذا كانت ما تكفي من القوعية على أثناء الطريق إذا كانت ما تكفي قربنا شوي إلى ألمه وقربنا شوي إلى ظلم ثم إلى رضوان وهكذا المبلغ الذي يكفي نعم يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته وعنه أنه يعان به في الحج فإن لم يمكن ذلك سقطت الوصية لتعذرها لأن المبلغ ما يكفي ولا لقينا أحد يساعدنا من أولاده أو من أهله ما وجدنا أحد يتبرع نعم فإن قال الموصي أحجوا عني يعني أرسله واحد أحجوا عني حجة بخمسمائة صريف جميع ذلك إلى من يحج حجة واحدة دون متكرم لأن الموصي قصد إرفاق الحاج بذلك يعني لأن الموصي قد إرفاق الحاج يعني أنه يسكن محل زين وأنه يأكل في المطاعم الجيدة وأنه يركب السيارات المريحة فإذا كان مثلا خمسمائة ريال وعطاه ألفين قال أحجوا عني بهذا فنعطيها من ينوب ونقول إن الموصي قصد الإرفاق به بحيث لا يشق عليه بحيث لجا وقت الأكل دخل مطعم نظيف ولجا وقت استاجر غرفة نظيفة وهكذا فإن عين الحاج تعين فإن أتى المعين الحج صرف إلى من يحج عنه نفقة المثل والباقي يحج عني فلات يحج عني فلات قلنا مثلا من يحج قال أنا أوصي يحج عن الشيخ عبد الله يحج عني الشيخ علي يحج عني الشيخ صديق حيث فإن عين الحاج تعين إن أبا المعين المعين قال أنا ما لرغبة ولا نبرايح فإن أبا المعين الحج صرف إلى من يحج عنه نفقة المثل والباقي للورثة الآن في المسألة يعني نقف عندها قال لي أحج أو يحج عني فلان بخمسة آلاف والناس المبلغ المعتاد ثلاثة نقول نعطي الرجال هذا الزيادة الفين نعم لماذا؟ لأنه أراد الإرفاق به أراد الإرفاق به لأجل أن يسكن سكناً مريحة ولأجل أن يأكل طعاماً شهية ولأجل أن يركب سيارة مريحة الرجال هذا اللي أوصى أن يحج عنه بخمسة قال والله أنا أتعب ولا لي رغبة دوره غيري طيب كالوى الورثة وجدنا واحد ثلاثة تلاف رياد نقول المثل كم؟ خمسة ولا ثلاثة؟ كالوى المثل ثلاثة نقول أعطوه ثلاثة وألفين ريال الزيادة هذه ضموها للتركة وتقاسموها الأب له السدس والزوجة لها الثمن والباقي للأولاد والبنات والأم لها السدس وهكذا الآن واضح الفرق بين المسالتين؟ واضح يا سيد عبد الله؟ واضح يا سيد عبد الله؟ أقول يحج عني الشيخ علي بخمسة آلاف الناس يحجون بثلاثة وأنا قلت بخمسة نعطي الشيخ علي خمسة لأن الموصي أراد الإرفاق به شخصيا أراد أن يركب سيارة مريحة وأن يعكل طعاما لائقا وأن يسكن في سكن مريح فنعطيه المبلغ كامل قلنا تعالي شخالي الرجل أو صالك في خمسة آلاف قال والله أنا عندي غروف ولا أرغب أحج عن أحد اعتذر نقول للورثة ابحثوا قالوا وجدنا أحد بثلاثة نعطيه ثلاثة ولا نعطيه خمسة نعطيه ثلاثة والألفين لكم تقاسموها وإنما الأخير لأنه لم يعين من صاحب الوصية وأراد الإرفاق بالمعين والمعين اعتذر فمعنى الثاني ليس له حكمه وإنما يعطى نفقات المثل وهي ثلاثة آلاف والألفين هذه الباقي ضموها للتركة وتقاسموها واضح يا شيخ الفرق بينهم واضح يا شيخ نعم شيخ عثمان واضح نعم فإن أبى المعين الحج صرف إلى من يحج عنه نفق سلمثل والباقي للورثة الباقي يعني الفرق بين المبلغين نعم فإن قال المعين أعطوني الزايد نقول لا نقول ما نعطيك الزايد لأنه أراد أن تستثمره أو أن تنفقه في الحج ولم تحج لو قال مثلا الرجل أمر لا أراد الإرفاق بي نقول أراد الإرفاق بك في الحج لكن كونك ما تروح ونعطيك دراهم لا وجبنا واحد ثاني وعطيناه المبلغ المعتاد المعين قال أعطوني المبلغ الزايد نقول لا المبلغ هذا للورثة وليس لك أراد أن الاسترفاق بك إذا أديت عنه الفريضة وأما إذا امتنعت فلا تستحق شيئا فإن قال أعطوني الزايد لم يقبل منه لأنه إنما أوصى له بالزيادة بشرط أن يحج يعني متفاعلا من ذهاب نعم فإذا لم يحج لم يستحق شيئا وإن لم يعين أحدا فللوصي صرفها إلى من شاء لأنه فوضه لأنه فوض إليه الاجتهاد فيه وإن قال الموصي أحج عني حجة ولم يذكر المقدار ولم يذكر المقدار لم يدفع إلى من يحج عنه إلا قدر نفقة المثل المثل دون زيادة نعم إلا أن لا يوجد من يحج بذلك فيعطى أقل ما يوجد من يحج به وكذلك إن قال أحج عني ولم يذكر قدر ما يحج به ما يحج به ولم يذكر قدر ما يحج به ولا قدر الحج يعني كم مرة ولا قدر الحج لم يحج أكثر من حجة واحدة بنافقات المثل بنافقات المثل نعم فصل وإذا أوصى ببيع عبده فالوصية باطلة لماذا يوصى ببيع عبده يبقى عبده ما يستفيد يبقى عنده ربعه لأولين أخير نعم لأنه لا نفعله للعبد لا نفعل العبد ببيعه وإن قال أوصى بعطقه نعم ينتقل من العبودية من الضق إلى الحرية نعم لكن لو قال بيعوه لا وإن قال بيعوه لفلان صحة الوصية بيعوه لفلان نقول زين يمكن رأى شيئا آخر فلان رجل صالح وأراد أنه يعيش عنده أو فلان مثلا أو أن العبد فيه خير ويريد يساعد فلان على أموره وعلى دينه وعلى عقيدته فنعم لكن لو قال بيعوه بس نقول لا لو قال بيعوه لفلان نقول نعم لأنه قد يكون قصد أمرا خافي علينا لأنه قد يقصد نفع العبد بإيصاله إلى فلان أو نفع فلان بإيصال العبد إليه فإن أبى الآخر شراءه بطلاته بطلات الوصية وإن قال اشتروا عبد زيد بخمسمائة فأعتقوه فأبى زيد بيعه بخمسمائة أو بيعه بالكلية بطلات الوصية لأنه حدد لنا المبلغ ولا يمكن أن نزيد عليه إلا لو تبرع الورثة فهذا أمر آخر وإن اشتروه بأقل فالباقي للورثة لأن المقصود قد حصل ويحتمل أن تكون الخمسمائة لزيد لأنه يحتمل أنه قصد محاباته بذلك فأشبه ما لو قال يحج عني يحج عني فلان بخمسمائة وإذا أوصى بفرسه للجهاد في سبيل الله وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله عز وجل وألف درهم ينفق عليه على الفرس فمات الفرس فالألف للورثة لأن الوصية بطلت فيها لعدم مصرفها وإن أنفق بعضها رد الباقي على الورثة ونكتفي بهذا أيها الأحباب على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل في درسنا في يوم غد إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يقول السائل الكريم يقول يوجد علي زكاة مال كبير أنا وشريكي فهل يجوز أن نضعها في مشروع أو في بنك إسلامي والعائد نجعله لله لا يجب لازم من إخراج الزكاة إذا في ألف الزكاة الألف خمسمائة وإذا أربعين ألف زكاة الأربعين ألف ألف وإذا مئة ألف ألفين وخمسمائة وإذا مليون خمسة وعشرين ألف يجب إخراج الزكاة وعدمه يعني التأخر فيها ويبادر الإنسان بإعطائها لأقاربه المحتاجين والله سبحانه وتعالى يتولى أمره وهي تكون سببا في نماء المال وزيادته أخ كريم يقول هل يجوز لي أن أوصي ببعض مالي لأحد الورثة لأنه فقير محتاج قلنا إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة ووافق الورثة لابد من استعدانهم فإذا وافقوا فنعم وإلا يكفيه حصته العرثية يكفيه حصته العرثية والله يتولى الجميع يقول السائل الكريم يقول طفت بالكعوة وفي الشوط السادس أذن للصلاة أذن للصلاة فجلست بعد الحجر حتى انتهت الصلاة ورجعت إلى الحجر وصليت ركعتين ثم أكملت الطواف نقول مادام رجعت إلى المكان الذي انتهيت من وأكملت الطواف فهو صحيح ولو تخلل ذلك صلاة فريضة أو صلاة سنة يقول السائل الكريم يقول أبي يضع أمواله في بنوك الربوية ونصحته أكثر من مرة ولم يرجع فهل إذا مات يصح لي أن أخذ من هذه الأموال من الميرات نقول أولا احرص على يعني أن تدعو والدك ليرجع إلى الرشد والصواب وأن يبتعد عن الأمور المحرمة ويمكن أن تستعين بأحد من أهل الخير لإقناع والدك بذلك فذلك فيه خير عظيم يقول أنه رجل ترك عشرين ألف ريال من التركة وأوصى بها لبناء مسجد وهي لا تكفي نقول إذا ما عنده غيرها الورثة لهم لهم الحق الاعتراض على ما زاد عن سبعة آلاف أو زاد عن ستة آلاف وسبعمية وكذا لهم الحق اعتراض على ما زاد على الثلث لكن كان العشرين هذه هي الثلث فقد أوصى ببناء مسجد وهي لا تكفي فيمكن تستعين بمن تثق به من الأخيار ممن تراهم يقيمون أو يعملون يبنون المساجد فتساهم معهم بهذا المبلغ والله يعظم لكم الأجر والثواب يقول ما صحة حديث أو كذا مكة كلها حرم نقول مكة كلها حرم والدليل على ذلك آية كريمة يقول عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بينما الإسراء كان من بيت أم هان وليس من المسجد الحرام بيت أم هان قريب من الماء الحرم ودخل الأنفل فمكة كلها حرم بحدودها الأعلام هنا يعني وذكر عليه صلاة الأحاديث من جهة المدينة من التنعيم ومن جهة الطايف نقول الجعرانة أو العبدية ومن جهة جدة أشميسي ومن جهة جنوب مكة الحصينية وهي معروفة وعليها يعني علامات واضحة يقول إذا أراد العبد أن يكافئ سيده يكاتب سيده هل يلزم يقول أصلا السؤال هذا غير واحد لما عندنا الآن أرقا ليس لا يوجد لدينا أرقا نكاتبهم وإنما الدولة أعتقد جميع الأرقا يقول السائل الكريم هل يجوز أن أقوم بأداء عمرة من مسجد عائشة له التنعيم لوالدتي علما بأني قمت بعمرة لي وقد حرمت من أبيار علي من ذي الحليفة وأنا من بلد كذا نقول نعم يجوز قبل سفرك أن تذهب إلى التنعيم أو العبدية أو الجعرانة أو الحصينية أو الشميسي وتحرم تلبس الإحرام بالفندق وتذهب هناك وتقول لبيك عمرة عن كذا وأنت الآن في مكة والمكي إذا أراد العمرة أحرم من الحل وإذا أراد الحج أحرم من بيته أحد الإخوان عن التحليل تحليل الدم والإنسان الصائم نقول إن شاء الله لا يؤثر يقول التبرع التبرع قد يسحب منه شيء كثير فالأولى أن يكون بعد الإفطار فروجاً من الخلاف يقول يريد أن أحج عن والدي المتوفي فكيف أنت الآن في مكة فإذا جاء الحج وأنت هنا وقد سبق أن أديت الفريضة عن نفسك تقول لبيك عن والدي وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فأنت الآن تريد أن تحج عن والدك إذا كنت أديت الفريضة عن نفسك في يوم ثمانية إن شاء الله وأنت في مكة تتجهز وتقول لبيك عن والدي فلان وتذهب إلى ميناء أحد الإخوان فارك الله في الجميع يقول ما المقصود من تقبيل الحجر الأسود نقول قبله النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه قبله وقال والله إني عالم أنك حجرا لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ومن السنن التي أرشدنا إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نشير إليه إذا مررنا بالحجر وإن لم نتمكن أولا أن نقبله ثم إذا ما تمكننا من التقبيل أن نستلمه باليت فإذا ما تمكننا أشرنا إليه وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام محجن يشير إليه بمحجانه وعما الركن اليماني فنحن نستلمه إذا أمكن وإذا ما لم يمكن الاستلام فنحن لا نقبله ولا نشير إليه جاء معاوية من الشام رضي الله عنه ودار على جوانب الكعبة يستلمها فأنكر عليه الصحابة قالوا يعني إنك فعلت هذا ولم يفعله رسول قال ليس في الكعبة شيء مهجور قالوا نعم لكن لا نقبله أو لا نستلمه إلا ما فعله رسول الله قال صدقتم وأقرهم على ما أذكروا له يقول إن أحد أحد الناس يخص الذكور ويحرم العناث من الميراث أو يخص الذكور بالعقار ويخص العناث بالشيء المنقول نقول قال عليه الصلاة واسئتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وما تدري هل يكون البر من الذكر أو من الأنثى فعل الإنسان أن يتق الله ولا يحرم البنات من العقار لأنها قد تحتاج قد عمر رضي الله عنه لما أوقف قال إن ردت لأن البنت قد تتزوج تقد عن زوجها سنة سنتين عشر يحصل خلاف أو يموت ترجع إلى أين تذهب تذهب إلى بيت أبيه فيتق الله الإنسان يتق الله ويراعي البنات فهن بحاجة إلى العطف والرعاية يقول السائل الكريم يقول شخص من المكة سبق له أن حج خمس مرات تقبل الله من الجميع كان نشيطا والآن يشق عليه الحج فليصح أن يعطي شخصا مبلغا من المال ليحج عنه بالنيابة نقول نعم إذا كان ذلك الشخص سبق أن أدى الفريضة عن نفسه وما دمت ليست فريضة هي جوز وقد أدى الفريضة هذا المنوب عنه ويريد نافلة فالله يتولى الجميع أخون كريم يسأل يقول ورد حديث بأن من فطر صائما فله مثل عجرة نقول فطره إما بالتمرات وإما بالماء وإما باللبن وإما بالطعام الشيء اللي يقدر عليه ما يمكن لهذا الشخص أن يقدمه لأخيه المسلم والله يعظم له الأجرة ويضاعف له المثوبة يقول أخون كريم يأتي بعض الناس قبيل الحج ويطلبون مننا حج بدل ويفرضون ثلاثة آلاف هل هذا ممكن أو لا نقول إذا كان الشخص يشارط يعني لو قلت له ثلاثة آلاف قال لا ثلاثة آلاف وخمسمية لو قلت له ثلاثة آلاف وخمسمية قال لا سبعمية فمعنى جعلها تجارة بيع وشرها ما يجوز هذا وإنما إذا كان الشخص المنوء النائب يريد الحج وليست لديه النفقة المطلوبة وإذا كان لديه النفقة المطلوبة وأنت أعطيته المبلغ ليحج عن أبيك أو عن أمك ويحصل له من الأجر والاستعانة بما تبذله له ولم تكن هدفاً وإنما يعني لأجل أن يساعده ما بذلته له على الأداء فحصل أما إذا مشارطه بيعشر يقول الأخ الكريم التمر اللي وزع في رمضان سواء في شهر رمضان أو أيام الاثنين والخميس هل يصح للغني أن يأكل أو إذا كان من بني هاشف نقول أحضر للأكل وبالنسبة لك يعتبر هدية من أخذه أو من يعني استلمه من صاحبه صدقه وبالنسبة لك أعطيت إياه هدية كما قال عليه الصلاة والسلام لبريرة هو لها صدقه ولنا منها هدية يقول السائل هل يجوز أن أترك المال حتى أعود إلى بلدي بعد رمضان بشهرين علماً بأن بعض الناس يريد أن أعطيها من ذلك المال أعني أقربائي وأنا أعطيه لإخوتي وهم فقراء والشخص الذي يسلم المال يخبر بها نقول إذا عديت الزكاة في وقتها فهو أولا والآن الحمد لله تيسرت الوسائل وتيسرت الأسباب ويمكن ترسلها لهم في وقتها ولا تحرم أهل البلد إذا كنت مقيم في مكة من كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته في بلد هو فيه يعني إذا كان عندك ألف ريال زكاة ولك أقارب يمكن خمسمائة ترسلها لأقارب كالمحتاجين وخمسمائة توزع على فقراء البلد التي تسكنوا فيه فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة